اعتراف أرمينيا بدولة فلسطين ترحيباً واسعاً حيث رحبت جمهورية مصر العربية باعتراف أرمينيا بدولة فلسطين باعتبارها خطوة دعمة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها الكدس الشرقية هذا ورحبت وزارة الخارجية والمختربين الأردنية بقرار جمهورية أرمينيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتباره خطوة هامة تعكس امتثال أرمينيا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومساندتها لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 67 وعاصمتها الكدس الشرقية وعلى أساس حل الدولتين كما عربت دولة الكويت عن ترحيبها باعتراف جمهورية أرمينيا رسميا بدولة فلسطين وقالت وزارة الخارجية الكويتية إن هذا الاعتراف يعد خطوة إيجابية من شأنها الإسهم في تحقيق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية بشأن تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة هذا ورحبت سلطنة عمان باعتراف أرمينيا بدولة فلسطين وقالت وزارة الخارجية العمانية إن سلطنة عمان تقدر هذا القرار الإيجابي وتحث بقية دول المجتمع الدولي بأن تحذو حذوه صونا لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وبما يعزز كافة الجهود الداعمة لحل الدولتين وتحقيق سلام دائم ومستدام في المنطقة فيما أكد البرلمان العربي في بيان له إن هذا الاعتراف خطوة هامة في الاتجاه الصحيح نحو اعتراف العديد من دول العالم بدولة فلسطين دعما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة الكدس وأشار البرلمان إلى أن اعتراف أرمينيا بدولة فلسطين يضاف إلى ما قامت به عدد من الدول وتأكيدا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مخططات تصفية من دولة الاحتلال وأن الاعتراف يمثل ردا عمليا على هذه المخططات فيما جددت منظمة التعاون الإسلامي ترحيبها باعتراف أرمينيا بدولة فلسطين معتبرة أنه خطوة مهمة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتساهم في الجهود والمواقف الدولية الرامية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وجددت المنظمة في بيان لها دعوتها لكل دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها ودعم حقها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وفقا لرؤية حل الدولتين وسيد صبيح تلفزيون فلسطين سيد صبيح تلفزيون فلسطين مهما البحر مهما البحر مهما البحر